اشتركوا في القناة على بعد عشرات الكيلومترات منها فالمعارك التي تجري على تخومها تقلص من المسافة يوما بعد آخر بين الجيش الوطني والعاصمة صنعاء قدر صنعاء إذن أن تتخلص من حمولتها الثقيلة من جماعة حاولت إخطاع الحياة لسلطتها وليس في صنعاء وحدها بل في البلاد عموما واليوم يجري تدارك ذلك أيضا من العاصمة ذاتها وبالقوة نفسها حيث لا صوت يغلب على حالة العاصمة اليوم سوى المدافع في التخوم وقصف الطيران في عمق العاصمة كما يجلس تهداف موقع النهدين ومعسكر ظلاع همدان ومعسكر الصماع وبعد أن جاوز الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عددا من المناطق هي بني زرعة والفرع والنشافة الواقعة جنوب منطقة الفرضى باتجاه نقيل بن غيلان يكون ذلك قلص المسافة الأكبر صوب صنعاء فنقيل بن غيلان هو واحد من أهم المنافذ الرئيسية المؤدية إلى العاصمة إذ يجري القتال بالقرب منه بعد أن تجاوز الجيش فرضة نهم شمال شرق العاصمة وسيطر على معسكر الفرضة أكبر المعسكرات المحيطة بصنعاء الذي يبعد عنها حوالي ثلاثين كيلو متران فالنقيل الاستراتيجي الذي يبعد حوالي عشرين كيلو متران أيضا من أولى مديريات أمانة العاصمة وهي بن الحارث يشكل نقطة مفصلية في هذه المناطق التي شكلت رافدا للجماعة الإنقلابية قبل عام تقريبا من الآن بينما تؤكد مصادر لوسائل الإعلام في المقاومة إنها اليوم باتت الحزام القبلي الهام والمساندة بالنسبة للجيش والمقاومة الشعبية الحزام القبلي تم التواصل معه الجميع تواقون وينتظرون الشرعية ليست صنعاء حاضنة للإنقلابيين ولا للفكر الحوثي المتطرف منطقة مسورة القريبة إلى بني حشيش وأرحب من الجهة الجنوبية تشهد هي الأخرى قتالا عنيف بين الجيش الوطني وميليشي الحوثي وصالح وسط تعزيزات للجيش فتحرير مديريات نهم ومن ثم بني الحارث أولى مديرية أمانة العاصمة سيشكل تحولا في سير المعركة وهو ما قد يغير أيضا من المواجهات على مختلف الجبهات الأخرى كحجة وتعز والبيضاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر